اشتركوا في القناة كبار السنو بين قصين شوابنا الله يحفظهم عن احد المقاهي في مدينة خرفة نتابع هذا التقرير واراجع لكم كان المقهى في الماضي مزرارا يوميا للصيادين والنواخذ واصحاب الحرف المهنية البسيطة بل وللبسطاء من الناس وعلى طاولات وكراسي هذه المقاهي كانت تدور أحاديث وحوارات تخص الصيدة والغوصة وأخبار سكان الفريج أو الحي يوجد في مدينة خرفة كان مقهى قديم يسمى الزبار الشعبي الذي يطل على بحر لولية وافتتح عام 1975 وأجمل ما يميزه الطراز الشعبي القديم بني من جذوع النخيل والسعف وزيونة مخارجه بأبواب قديمة يعود تاريخها لعشرات السنين يقدم المقهى الشعبي العديد من الأكلات الشعبية ومنها الباجلة والنخي وغيرها شهدت المقاهي الشعبية حركة انتشار واسع في الدولة وتميزت قديما بمواقعها وأسمائها التي تدل على المكان والزمن وتروي قصص سكانها شاهدنا هذا التقرير مشاهدين الكرام طبعا يتكلم عن المقاهي في أيام قبل الشعبية دائما يمكن شوابنا قبل كانت لهم يمع في هذا المقاهي شاي والأكلات مثل بلاليد وغيرها وأكيد لازم تكون البشتفتة شغالة نعم إذا داخل البشتفتة يعني يعرفها هي الأسطوانة اللي فيها هذي يسمعون يسمعون أحلى أكيد الموسيقى نقدر نقول أتراثية وفي المنطقة الشرقية خرفة كاندب الحصن تلبا منظر جميل قبل أن نمر نشوف المقاهي الشعبية القديمة ما زالوا الشوابنا الله يحفظهم يجمعون فيها يتبادلون الأحاديثهم بينهم يعني الواحد يعني لما يشوفهم يحس براحة في الحقيقة صحيح يمكن حتى أيام قبل إحنا يمكن ما عشناها عائشة فدائما دعنا نقوم بين قوسة نحسد آبانا وأجدادنا على هذه الأيام الجميلة كان بينهم التعاون دائما يمكن كانوا مع بعض في روحاتهم ويأياتهم شيء كان يعني جدا جميل إحنا شوي التطور ممكن أبعدنا عن بعض شوي ممكن شغلنا أكثر عن اللازم عائشة أكيد أكيد والحين من شوابنا والمقاهي الشعبية اللي في خرفك كانوا مشاهدين إلى مبادرة وقيمة قبل أيام هي مبادرة اليوم الرياضي بما أننا نحن موجودين في خرفك كان فعالياتنا تقاريرنا كلها تتكلم عن خرفك كان نعم خلونا نشوف هذا التقرير لكن في مدينة كلباء ونرجع منظمة نادي سيدات كلباء بالتعاون مع نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي فعالية اليوم الوطني الرياضي بحضور لعبي نادي اتحاد كلباء المحترفين وطلبت المدارس الحكومية ومشاركة المؤسسات في المنطقة والأطفال تم التجهيد بهذه الفعالية مسبقا والتحضير لها من خلال تنظيم عدة رياضات منها كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة القدم للفتيات والأولاد كذلك احتفالنا بهذه المناسبة يأتي ضمن احتفالات المؤسسية والمبادرات المجتمعية التي تنظمها المؤسسات من خلال الشراكات المجتمعية ضم البرنامج الرياضي مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة بدأتها حضارة تالة لأطفال لتقديم التمارين القفز وصباق السيارات والالتفاف حول الأقماع إلى جانب توفير وجبات صحية وشارك طلبة المدارس مع المدرب مصطفى كمال تمارين شد اليد التي تساعد على تمديد العضلات وتقويتها بشكل غير مباشر بالإضافة إلى لعبة كرة القدم وتمارين الجري لتحريك الدورة الدموية أنا سعيد أن أشارك مثل هذا اليوم مع هؤلاء الأطفال سعيدين بمشاركة ونشر الوعي والثقافة من خلال الرياضة اختتم البرنامج بتكريم الطلبة من قبل عضو مجلس إدارة النادي اتحاد كلباء ومدير الفريق الأول عبدالكريم حسن وعددا من اللاعبين الذين شاركوا الأطفال هذه الفرحة بمناسبة اليوم الوطني الرياضي رجعنا لكم مشاهدين بعد ما شفنا هذا التقرير طبعا هذه المبادرات أو مبادرة اليوم الرياضي كانت تقريبا في معظم الأماكن يعقوب نشوف الأطفال المدارس وغيرهم جمعين في الأماكن الموجودة منها كرنيش مدينة كلباء من البحيرة في الصالات وغيرها جميل يعقوب ومشاهدين الاهتمام بالأطفال تعريفهم أكثر وأكثر مثل ما ذكرت اليوم في المقدمة الأمراض المزمنة قامت تزيد فمن هذه الرياضات ممكن تخفف من هذه الأمراض والله يبعد عننا وعنكم إن شاء الله وصحيح يمكن نزرع في هذه الفئة اللي هم الأطفال حب الرياضة ودائما على ممارسة الرياضة يعني يكون جزء من حياتهم أو جزء من روتين حياتهم بشكل عام طبعا الآن راح نتطرق مشاهدين الكرام لموضوع البيئة تقرير عن إعادة تدوير وراجعي لكم أسعد الله وأقاطكم اليوم إن شاء الله راح نعمل من ورقة جرايد صحن للشوكلة أو للحلويات راح نحتاج جرايد راح نحتاج غراء أبيض راح نحتاج مقص راح نحتاج شوية ماء للترطيب وسيليغون وبالنهاية راح نستخدم الرش الدهان بس نخلص أول مرحلة نقطع الجرايد في الطريقة نجيب الصحن نطبط القاعدة نلفها بحجم القاعدة هذه بعدين نبلش نضيف زي ما إنتوا شايفين تطلع النتيجة زي هيك نحن ممكن أضيف عليها إضافة تانية أعليها خلق بعد هيك بدنا نلونها طبعا هيك هلأ هي صارت جاهزة بعد ما تنشف جاهزة للاستخدام إن شاء الله أنها نالت إعجابكم وشكرا للمتابعة رجعنا لكم إن شاء الله بعد هذا التقرير عن إعادة التدوير يمكن عايشة تقريبا إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا بس قبل لا نختم الحلقة نذكر أن الأجواء جدا جميلة هنا في مدينة خورفة كان يعني الكرنيش ناس تمارس الرياضة وناس تمارس الصيب والضغوة اللي وراك يعقوب الضغوة إلا هنا مشاهدينا وصلنا لختاب حلقتنا اليوم نشوفكم إن شاء الله بعضنا لكن في الاستوديو ساعة عشر ونص ومع السلامة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر